الحقيقة كان ترأس معالي وزير الموارد المائية وفدا كبيرا لحضور المنتدى العالمي للمياه التاسع في داكار الوفد يضم مجموعة من العديد من المؤسسات والوزارات في الدولة العراقية الهدف من هذا الحضور المشاركة هو توضيح وضع العراق المائي ووضع على الطاولة لأن الحقيقة العراق يشهد أزمة حادة جفاف شديد لم يسبق من مر به في السنوات السابقة وتكرر الجفاف لأكثر من سنة الواقع هذه كلها عوامل مؤثرة وإلها تأثير كبير وسلبي على الواقع المائي في العراق والذي ينعكس على الواقع الزراعي الواقع التي تعرضها إلى هذه السنوات التي لاحظناها أو ما سجلناها في السنوات الأخيرة أنه تكرر فترات الجفاف يعني كانت هناك تباعد في موجات الجفاف لكن هسا بين سنة أو ثانية تأتي سنوات وتستمر إلى أكثر من سنة هذا كلها عوامل مؤثرة جديدة نتيجة التغيرات المناخية التي حثتها نتيجة طبعا العراق يتعرض لسببي أن الأول النقص في وارداتها من دول الجوار يعني هذه مشكلة لأن يعتمد العراق في مياها على الدول المنبع التي هي تركيا وإيران والسبب الآخر هو التغيرات المناخية التي ضربت العراق بشكل واضح وشديد ومؤثر خاصة في هذه السنتين إلى أخيرتين مما سبب إلى انحباس كبير في الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة